السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي أسئلة رياضيات للصفة الخامسة الابتدائي اليوم امتحنوا بيها طالباتي وحبيت أن أنشرها لكم اللي مامتحن لأن باتر آخر يوم امتحان الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فاستفادوا اللي مامتحن الرياضيات سؤال الأول ألف قرب العدد لأقرب مليون منطيني هذا العدد شون نقربه إلى أقرب مليون خلينا نحله بالورقة يضعيني المليون شقيت 6 صفارة إذن أول وحدة قايل لي شون نقربه ونشار حتى هذا نحسب شكم هذا 0 1 2 3 4 5 6 إذن يا هو اللي يتقرب الأربعة السبعة عدد ناجح وعدد كريم يطل الأربعة يصير خمسة وهذن الأرقام كلها هذن الأرقام كلها أصفرها 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 هذي أولا ثانيا مطيني هذي أولا ثانيا مطيني العدد 0 5 8 2 6 يريد أن نقربه إلى أقرب مليون فيه يهو الستة نقربه 1 2 3 4 5 6 الاثنين عدد بخيل ما يطي للستة تنزل الستة وهذن أصفرهم 1 2 3 4 5 6 هذي السؤال الأول ألف زين خلنا أخذ السؤال الأول با جد ناتج مطينا هذا الأعداد نقول 2 0 يلا خلنا نحلها بالورقة 5 8 2 1 5 8 0 6 7 4 3 يلا عيني خلنا نبدو نجمع 2 زائد 1 2 0 زائد 5 5 7 زائد 8 15 1 3 4 0 ينزل 4 6 10 1 5 6 7 13 1 8 9 4 9 10 11 12 13 1 2 3 3 6 هذا الناتج زين عدي طرح العدد 3 خلنا اكتبه وبعدين نحله 4 1 6 0 0 7 5 5 8 2 يلا عيني نبدو نطرح 3 ناقص هذا طرح 3 ناقص 0 3 4 ناقص 0 4 2 ناقص 7 ما يصير 2 يصير 11 1 يصير 0 12 ناقص 7 بيها 5 0 ناقص 5 ما يصير 0 يصير 10 1 يصير 0 10 ناقص 5 0 ناقص 5 ما يصير 0 يصير 10 ناقص 8 5 0 ناقص 8 5 0 ناقص 2 8 5 هذا الناتج زين هاي شنو هاي هاي شنو هاي 2 زائد 1 3 2 3 هاي 3 5 5 4 0 3 3 6 هاي 2 زائد 1 3 3 3 6 2 1 3 زين سؤال الثاني يقولي تنتقل شاحنة صغيرة يوميا من مزارع القمح الى المخازن 850 كيلوغرام من القمح كم كيلوغرام من القمح تنتقل الشاحنة خلال سبوعين يلا عيني راح نضرب هنا ضرب نقول نضرب 850 المخازن هي 850 كيلوغرام نضربها ب 14 يعني تنتقل خلال سبوعين هو ما قايل لي 14 بس شنو الاسبوعين هي اللي سبوع شقد 7 ب7 14 يعني راح نضربه ب 14 850 في 14 ليش مين جبت ال 14 لان قايل لسبوعين نضرب 4 فيه صفر صفر 4 فيه خمسة عشرين 4 فيه ثمانية ثين وثلاثين ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين صفر المراتب 1 فيه صفر صفر 1 فيه خمسة خمسة 1 فيه ثمانية ثمانية نبدأ نجمع صفر صفر تسعة ثمانية تسعة عشر داعش داعش الف وتسعمائة شنو اه كيلوغرام من القمح زين هسه شعندي يقول لي هنا اه سؤال الثالث اكتب العدد بالصورة الرقمية اولا خمس مليار خمس مليار يعني شكة 9 صفارة المليار والمليون 6 صفارة نكتب 5 ويومها 9 صفارة 3 4 5 6 7 8 9 30 مليون يعني 30 والمليون 6 صفارة 9 مليارات 9 ونكتب 9 صفارة 84 مليون 84 والمليون 0 6 صفارة يلا عيني سؤال الرابع جد ناتج القسمة جد ناتج القسمة والباقي إن وجد ثم تحقق من الإجابة مطيني 6090 وتقسيم 30 هاي أبوه عدديا يلا عيني خلي نحلها 6090 تقسيم 30 زي هنا 60 تقسيم 30 بيها 2 2 فيه 0 0 2 فيه 3 6 أبدي أطرح أنزل التسعة تسعة تقسيم 30 ما بيها أصع الصفر وخلي أنزل الصفر للورا 90 تقسيم 30 بيها 3 3 فيه 0 0 3 فيه 3 9 نبدي هذا طلعنا يقول هو تحقق من صحة الناتج راح نضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي إذا أكو باقي الصفر 3 فيه 3 9 صفر فيه 3 0 2 فيه 3 6 طلع ناتج الحل مالتنا صحيح الثانية 4200 تقسيم 7 هنا أعدي 42 4 تقسيم 7 ما بيها 42 تقسيم 7 بيها 6 6 فيه 7 42 أنزل الصفرين هذا اللي صفرين فوق وصفرين جوه طلعنا 600 تحقق نشوف حلنا صح له خطأ 600 فيه 7 أنزل الصفرين 6 فيه 7 42 طلعنا 4200 الحل مالتنا صحيحة هذه الصفحة هي صفحتين خلصنا هذه الصفحة نجعل الصفحة اللاغ سواء الخامس أجب عن فرع واحد فقط أجد ناتج الضرب مستعمل الحقاق الأساسية والأنماط لكل مما يأتي 5 فيه 1 شنكتب هنا 5 شنكتب هنا 5 فيه 1 5 5 فيه 1 5 5 فيه 10 أكتب 50 5 فيه 100 500 5 فيه 1 5 يعني هنا أكتب هنا 5 وكتب هنا 10 وكتب هنا 100 وكتب هنا 1 نجعل هذه 6 فيه 4 24 6 فيه 4 20 صفر ينزل 6 فيه 4 24 6 فيه 4 100 صفرين ينزل 6 فيه 4 24 6 فيه 4 000 3 صفارة ينزل 6 فيه 4 24 يعني الأصفارة تنزل ونضرب 6 فيه 4 24 أجرى صاحب محل الدراجات الهوائية 9 دراجات بمبلغ 81 ألف دينار لساعة واحدة ما سعر تأجير الدراجة للساعة الواحدة خلينا نحل هنا سؤال أجر صاحب المحل نقسم قسم قسمة قصيرة 81 ألف تقسيم 9 بالتقسيم أنزل يعني بالتقسيم إذا ما كسفارة أنزلها لكن إذا أكسفارة نحذفها 81 تقسيم 9 بها 9 جي قد طلع عندنا 9000 دينار للساعة الواحدة خلصت الأسئلة لماذا 9 9 فيه 9 81 خلصت عيني أسئلة اليوم خامس ابتدائي قلت لكم رياضيات اللي ما هذا اللي ما ممتحن يمتحن وإن شاء الله التوفيق شكرا